متابعين الكرام صباح الخير والسعادة على حضراتكم عيد أضحى مبارك ويا رب كل أيامكم خير وحضراتكم بألف خير وصحة وسلامة لسه مكملين مع حضراتكم من دار الإفتاءة المصرية في مجموعة لقاءات مستمرة عن أيام التشريك وأيام منا ولمفروض يعملوا الحاجة وغير الحاجة أيضا اللي ربنا لم يقدن له بأذهاب لقضاء هذه الفريضة خلونا في البداية نرحب بدفن الكريم دكتور محمد عبد السميع أمين الفاتوى بدار الإفتاءة المصرية دكتور محمد برحب بك أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ رامي وبالتلفزيون المصري ومرحبا بكم وأسمح لي أن أستغل هذه الإطلالة في أن أنا أهنئ الشعب المصري العظيم بهذه الذكرى المباركة القيمة العظيمة ذكرى عيد الأضحى المبارك عاده الله علينا بالخير واليمن والبركات وهذه الأيام هي أيام مباركة وأيام خير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها للعمل الصالح يا رب الله أمين دكتور محمد الشخص هنا لربنا لم يأذن له بقضاء هذه الفريضة المباركة وموجود مع أسرته وبيته بيحتفل وبيحتفي بهذا العيد المبارك إيه اللي علي المفروض يعمله في هذه الأيام أيام التشريق أيام من ثاني أيام العيد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا طبعا إحنا في أيام العيد والعيد فرحة وبهجة وسرور وإنما شرع الله سبحانه وتعالى هذا العيد من أجل إدخال الفرحة والبهجة والسرور على الأهل والأولاد والزوجة والجيران والأقارب وصلة الأرحام ومن هنا شرع الله سبحانه وتعالى لنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الأيام المباركات نسك الأضحية فالأضحية جاية عشان نوسع على الفقراء والمساكين ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا إن احنا نتبح في اليوم دوت ونرفع أصواتنا بالتكبير ونكبر بعد الصلاوات المكتوبات ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما يفعل في هذا اليوم العج والثج العج اللي هو رفع الأصوات بالتكبير بعد الصلاة بعد كل صلاة من يوم عرفة من فجر يوم عرفة وإلى ربع أيام للغاية المغرب هذا تكبير بشكل مؤقت بعد كل صلاة وهذه هي التي أراضها الله سبحانه وتعالى بقوله واذكر الله في أيام معدودات هذه هي الأيام المعدودات التي نكبر الله سبحانه وتعالى فيها يوم عرفة ثم يوم العيد الأول ثم أيام التشريق الثلاثة بعد ذلك الشعيرة الأخرى هي الأضحية الأضحية بنتبحها ونوزع تلتها على الفقراء والمساكين ونحتفظ بالسلس الآخر لنا ونوزع كمان التلت التالت على الأحباب والجيران وحتى لو كانوا أغنياء مش يشترط فيها الفقر لأنه من قبيل الهدية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها ثم بعد ذلك يأتي باء ادخال الفرح والبهجة على الأهل والأولاد وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سيدنا أبو بكر عليه وهو نائم في يوم عيد فوجد أن هناك فتاتين بيغنوا غناء جميل والسيدة عائشة قاعدة تغني معاهم فسيدنا أبو بكر يعني اتدايق من المشهد دوت فكأنه هم منهم يقول لهم ما تغنوش هنا فنظر إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتركهما يا أبو بكر فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا فدل ذلك على مشروعية البهجة والفرح ويسمع الأغاني الجميلة في هذا اليوم وإدخال الفرح والسرور على الزوجة والأولاد ولذلك عندنا في العور في المصري موضوع العيدية موضوع العيدية ده جاي من أجل هذا ادخال الفرح حتى على الصغار الصغار والكبار هذا أهم ما يفعل في هذه الأيام نأتي بعد ذلك إلى صلة الرحم لأنه في ناس كتير الحقيقة بيتعود على صلة الرحم في العيد فقط طبعا إحنا مأمورين بصلة الرحم في كل أوقات السنة لكنها تتأكد في أيام العيد حيث أنه سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول تعلقت الرحم بعرش الرحمن وقالت يا ربي إن هذا هو مقام العائذ بك من القطيع فقال رب العزة أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك إذن صلة الرحم دي عبادة عظيمة جدا ومطلوبة من المسلم في كل أوقات لكن هذا تتأكد في أيام العيد لأنه من تعود على صلة رحمه في وقت معين لا يجوز له أن يقطع هذا لأنه لو قطع هذا يبقى خالف ما عاهد الله عليه وما كان متعودا هذا عن الشخص اللي لم يذهب للحاج لو رحبا للحاج هناك وبعد يوم عرفة والوقوف عرفة والنزول إلى المزدالفة هنا أحكام المزدالفة من ترك المبيت في المزدالفة أو من بات في المزدالفة وأيضا هناك عدد من التساؤلات حول جمع الجمرات من المزدالفة أو تركها واذهب إلى ميناء حكم ذلك طبعا هو المبيت في المزدالفة مختلف فيه بين المزاهب الفقهية ومذهب السادة الشافعية على أنه يكفي أن تقف في المزدالفة قدر وضع الرحل يعني تعود ساعة ونص ساعة بعد نصف الليل يعني لو أنت وصلت مزدالفة على الساعة 12 يكفي أنك تعود لغاية 12 ونص ثم تتحرك يعني لو أنت هتروح بقى تنزل مكة فتطوف طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن أو هتذهب لذبح الأضاحة طبعا معظم الناس بتشتري السك الآن فهذا بمقام الزبح كأنه زبح ثم يذهب بعد ذلك لمن لم يكن قد ساعة قبل هذا يعني مش جامع نسكين في نسك واحد فيسعى بعد الطواف ويقصر شعره وبهذا يكون قد تحلل التحلل الأساسي ثم بعد ذلك يبقى له أن يرجم بعد ذلك في جمرة العقبة في يوم صبح العيد ثم الجمرات السلاس بعد ذلك ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه الشخص الذي لم يجمع الجمرات من المزدلفة هل عليه شيء؟ يجوز أن يجمع الجمرات من أي مكان ليس هناك إلزام شرعي بأنه يجمعها من المزدلفة يجوز يجمعها من أي مكان طب الأشخاص هناك سواء كبار السن أو لديهم ظروف أو مرضى أو غيره ويوكل شخص آخر بيرمي الجمرات عنه يجوز؟ نعم يجوز أن يوكل من يرمي عنه الجمرات لأن الفقهاء أجازوا في حالة الزحام الشديد وفي حالة أن يكون الإنسان مريض أو ضعيف أو كبير سن أجاز الفقهاء هذا أنه يوكل من يرمي عنه ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى هناك أو أن يرمي بنفسه أثر الحاج في مجتمعه وأسراته عندما يعود وأيضا استقبال الأسرة والمجتمع له عند عودته بهذه الفرحة ويمكن كمان كان فيه تساولات كتيرة حول الأشخاص اللي بيرسموا طائرة أو طيارة وكعبة وحج مبرور وضم مغفور هل هناك شيء في ذلك؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب استقبال الحجيج ولم نروح كمان في المطار نودعهم ونستقبلهم وهم جايين ونعمل لهم هدايا ونقبلهم ونطلب منهم الدعاء ونعمل لهم رسومات كل هذا من تعظيم شعائر الله وهذه الشعيرة الكبرى هي من أعظم الشعائر لأنها تجمع بين الصلاة وبين الصدقة أو يعني إنفاق المال وتجمع بين الصيام وتجمع بين الطواف فشعيرة الحج كأنها جمعت شعائر الإسلام كلها ولذلك لا تجب في العمر إلا مرة واحدة يعني اللي يعملها مرة مش ربنا سبحانه وتعالى ما بيطلبوش بها مرة تاني فهذه من الشعائر العظيمة واستقبال الحجيج من الشعائر العظيمة وطلب الدعاء منهم والبهجة التي يحدسها الحاج وهو راجع بعدما طاف بالبيت وزار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى في الروضة هذه أنوار تلو أنوار فاضت على قلبه وهو يأتي بها ليفيض بها على أحبابه ويلتمسون منه الدعاء والسلام يعني زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما المطر كان بينزل كان يقول إنه حديث عهد بربه فهذا الحاج قد جاء من عند ربه من عند ربه يعني من عند أفعال ترضي ربه ومن مكان البيت الحرام الذي هو بيت الله سبحانه وتعالى طاف بالكعبة المشرفة سعى بين الصفا والمروى زار روضة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلم عليه ودعا عنده فهو مصدر للأنوار والبركات والخيرات يشع نور كده من حج وعاد بعدما أدى هذه المناسك من مال حلال وحافظ عليها فهو عبارة عن طاقة من النور والبهجة والسرور ولذلك الإنسان يجد أثر ذلك في قلبه حينما يزور حاج قد جاء من البلاد المحرمة وجاء من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن قربه قد اقتبس قبس من هذا النور العظيم نسأل الله أن يكتب لنا الحج وأن يكتب لنا تلقي الحجيج وأن يستجيب دعاءنا وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين اللهم أمين يا رب العالمين دكتور محمد عبد السميع أمين الفاتوى بدار الإفتاء المصري بشكرك على تواجد معنا الله يبارك في حضرك زرومي أنا اللي بشكر حضرتك وبشكر تلفزيون المصري وبهنئ المصريين جميعا بهذه الزكرة الطيبة والموسم العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات شكرا لكم اللهم أمين يا رب العالمين شكرا موصول أيضا لحضراتكم لطيب المتابعة اللهم بلغنا هذه الأيام المباركة وتقبل منا أفضل الأعمال بها يا رب العالمين كل عام وحضرتكم بألف خير إلى المطلقة ترجمة نانسي قنقر